السلام عليكم يا رب تكونوا بخير تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل ازازة ماية البلاستيك العادية الشفافة دي على بلندر فهيلا نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت سيبوهن في الكومنت ودلوقتي يلا بينا اول حاجة ممكن نعملها ان احنا ممكن نمسح اللايت والكيوب دول فهعلم عليهم الاثنين وهدوس اكس وهعمل دليت وبعدين هعمل اد مش سيركل وده هيكون الاساس اللي انا هبدأ بيه شكل الازازة بتاعتي بعد الجيدة هدوس تابع شان ادخل جوه الادت موند وهدوس اف علشان اعمل لها فايز بعد كده ممكن نروح على الاتج سيلكشن وهبدأ اعمل اي علشان اعمل اكسترود واطلعها على الزيد اكسس وهكده كده عاملي لوك على الزيد اكسس فبس هبدأ اطلعها حاجة بسيطة زي كده وبعدين هكون فيرم بكليك بالزرار الشمال بتاع الماوس وبعدين هعمل اي علشان اعمل اكسترود كمان حاجة بسيطة زي كده وبعدين هكون فيرم بالماوس وبعدين هدوس اس عشان اعمل سكيل وادخلها لجوه حاجة بسيطة زي كده وبعدين هدوس اي علشان اعمل اكسترود تاني واعمل الجزء اللي في النص بتاع الازازة وبعدين ممكن أدوس ثلاثة من النومباد على الكيبورد علشان أشوف من الجنب حاجة زي كده واعمل زوم إن شوية وبعدين ممكن أعمل إي تاني علشان نعمل إكسترود حاجة بسيطة برضو زي كده وبعدين أس وهعمل لها سكيل شوية لبرة تاني علشان أرجع أخلي الجزء ده أكبر شوية من الجزء اللي في النص بتاع الإزازة وبعدين هارجع تاني أعمل إي علشان أعمل إكسترود حاجة زي كده مثلا وبعدين هعمل اي عشان اعمل اكسترود تاني حاجة بسيطة واس علشان ادخلها جوه وثاني اي علشان اعمل اكسترود وكمفيرم بزرار الماوس واس عشان اعمل لها سكيل وبعدين ممكن نروح من هنا على التوجل اكس راي واعمل سلكت على كل الاجز دول واعمل لهم كلهم سكيل حاجة بسيطة زي كده فتبقى الازازة طالعة بميل شوية بالشكل ده وبعدين ممكن ارجع لتوجل اكس راي ثاني وبعدين قلتو هاسلكت الاجلوب دي وبعدين هعمل اي علشان اعمل حاجة بسيطة خالص واس علشان هعمل شكيل حاجة زي كده وبعدين هبدأ اعمل إي علشان اعمل البق بتاع الازازة فخلينا نرجع تاني ندوس ثلاثة من على بن subt وعمل زوم ان حاجة زي كده وبعدين هبدأ اعمل الجزء بتاع بق الازازة فهعمل اي اس وكبرها شوية حاجة بسيطة زي كده. وبعدين وهطلعها لفوق حاجة بسيطة خالص. وبعدين علشان اعمل وصغرها حاجة زي كده. وبعدين علشان اعمل وهعمل حاجة زي كده. وبعدين ممكن اروح على وامسك كل دول وعمل لهم بس جي زاد علشان انزلهم بس التحت شوية على وبعدين هلغي وهروح على اللي الفوق دي وهدوس فيه علشان اعمل وهارجع على وهختار بس دي علشان تبقى لوحدها عندي. وبعدين هعمل لها جي زاد علشان ارفعها لفوق. وبعدين هروح اعمل علشان تبقى عندي بتاعتها هنا. هدوس عشان عمل حاجة بسيطة خالص زي كده. بس تكون اكبر من بق الازازة شوية. وبعدين هرجع تابع على وهقف على وقلت واختار الاجلوب دي كلها. وهعمل اي علشان اعمل على وهعمل حاجة زي كده علشان يكون الغطة بتاع الازازة. طبعا ممكن نعدل في الحجم اول شكل بتاع الازازة لو احنا حابين. فلو حابين ان احنا نعملها مثلا اصغر من كده. فانا ممكن اروح على الابجكت مود. واسلكت الغطة بتاع الازازة وشفت واختار الازازة نفسها علشان ابقى بعدل على كل الشكل. وهرجع تاني تابع على وهروح مسلا على وممكن اختار كل دي مسلا واعمل وانزلهم لتحت شوية حاجة زي كده مسلا. وممكن برضو اختار الجزء ده كله. واعمل واصغرها حاجة زي كده. وممكن ادوس ايه علشان اعمل سلكت اول. واعمل اس عشان اعمل وشفت زد. فهعمل اس شفت زد. علشان اعمل على الاكس وال واي اكسس. من غير ما اؤثر الازازة مش هصغرها على الز اكسس. وبعدين ممكن ارجع سلكت كل دول تاني. واعمل جي زد واصغرها شوية. وبعد كده ممكن اتسلكت كل دول وجي زد واصغر برضو جزء ده شوية. يعني بعد كده بتقدر ان انت تتحكم في الشكل زي ما انت عاوز. فمسلا انا هعملها حاجة زي كده. و PU Zara 2 ممكن ارجع على ال Abdj expression وارجع اختار تاني الغطا لانodo bar part 1. وده علشان احنا حركناه على lp edit mode. انت لو حركه على ال object mode بيتحرك ب例 zero خلي نجد خليق يمين علشان اكون telep o film. لكن لو حركته على million. زي ما احنا واقفين كده على edit mode. لما انا عملت select وعملت جي فانا بحركه من غير ال awr point بتاعته. فاعمل باردو. فاعمل نجد علشان اكون اعمل. وبعدين هنرجع الابجيكت مود وهعمل عشان ارجع بتاعته معي بالشكل ده. بعد كده خلينا نلغي التوجل اكس راي وطبعا ما تنساش كنترول اس علشان تسايف. وبعد كده ممكن اروح على الغطب بتاع الازازة. وادوس تابع عشان هندخل جوه الادت مود. وهدوس والت وهسلكت الاجلوب دي. وهعمل كنترول بي علشان اعمل بعد كده ممكن اقف على الازازة وادوس تابع عشان ادخل جوه الادت مود وافتح البروبوشنال ادتنج. واختار كل الاجلز اللي تحت دي. وعمل اشفت زت تاني عشان اصغرهم على ال اكس والواي اكسس. واصغر الازازة كلها. وبعد ايه ممكن اختار كل ده وعمل جي زت وطلعها. وطبعا انت باديك ان انت تزبطها زي ما انت عاوز لو مش معاك مقاسات معينة مسلا او حاجة معينة انت حابب تعملها او مش بتعمل معين مسلا بمقاسات معينة فانت عندك حرية الاختيار تماما ان انت تعمل الموضل بتاعك زي ما انت عاوز. بعد كده هرجع تاني للغطى. وهروح هعمل اد موديفاير سوليديفاي موديفاير علشان اعمله سومج شوية. وبعد كده هيجي من ايفن ثيكنس دي وهدوس عليها. لو تاخد بالك انه قبل ايفن ثيكنس هتلاقي ان هو نازل من تحت كده رفيع اكتر من فوق. لكن لما تعمل ايفن ثيكنس هتلاقي كلها بنفس السومج. بعد كده ممكن اعمل ابلاي لسوليديفاي موديفاير. وادخل في الاديت مود. وهحتاج ان انا اعمل كنترول ار علشان اعمل لوب كات. وبعضين عايزة ان اختار الاجز دي كلها فممكن اقف على الفيس سلكت. وادوس الت واختار دي كلها وبعدين اختار الاجز سلكت. وهفضل دايسة شفت من الكيبورد وهدوس الت وهاختار الاجلوب دي. والاجلوب دي. وكده انا اخترت كل الفايسز اللي في النص. دلوقتي ممكن اعمل كنترول بي. واعمل لهم بف الحاجة زي كده. واتأكد ان انا عندي تلاتة فيسس بالشكل ده وهبدأ بس اختار الاجز اللي في النص بالشكل ده وبعد ما اخلص هدوس اس عشان اعمل سكيل وادخلها لجوه حاجة بسيطة خالص زي كده بعد كده هروح على الابجت مود وهعمل اس زد علشان اصغره بس شوية على الزد اكسس حاجة بسيطة زي كده وهعمل كنترول اي عشان اعمل ابلاي سكيل وتابع عشان ارجع للأدت مود وهعمل الت وسيلكت الاجلوب دي وبعدين هعمل اي علشان اعمل بس شوية على الزد اكسس وبعدين ممكن اسيلكت كل اللي جوه دي واعمل لهم كنترول بي واشد حاجة بسيطة زي كده بعد كده هروح على وهعمل وهاخلي اتنين وممكن ادوس تاب عشان ارجع للأدت مود وهسيلكت الاج ده واعمل اي واعمل انست كزا مرة وحاجة زي كده وبعد عندي غطاء الازازة حاجة بالشكل ده بعد كده هاجي على الازازة نفسها وهعمل عشان اعمل وهاعمل شوية حاجة زي كده مسلا وهعمل علشان اكون بعد كده هفتح لان انا حاسة لسه برضو الازازة شكلها كبير قوي بالنسبة لي فهروح اختار كل دول وهعمل تاني عشان اصغرها على كل حاجة معادة وهصغرها حاجة بسيطة زي كده وهختار كل دول وهعمل وهاصغرها اكتر بالشكل ده تمام بيتهالي كده شكلها مناسب اكتر هارجع على الابجيكت مود وهتأكد اني اعمل ابجيكت سيت ارجين ارجين تو جام تري وبعدين هشيل الطاق الاجس راي وجي زد وهنسلها لتحت شوية على الارض بعد كده هارجع تاب على الادت مود وبعدين هاجي من هنا هختار الفيس دي وهعمل اي علشان اعمل انست حاجة زي كده وهعمل اي واعمل انست كمان لجوة وجي زد وهرفعها بس الفوق حاجة بسيطة زي كده وممكن اجي اعمل alt وسيلكت الاجلوب دي وعمل ctrl b وعمل بافل بسيط وبعدين هبدأ اختار الاجلوبس دول shift وalt وهختار كل الاجلوبس دول وهعمل ctrl b واشد ده حاجة بسيطة تأكد انه هم تلاتة اجس بس وا confirm وبعدين هختار الاجلوبس اللي في النص بس وهدوس s وعمل لهم scale وبعدين ctrl b وهعمل بافل كمان بعد كده هروح على الاجلوبس دي وعمل add modifier subdivision surface خلي levels viewport 2 عشان اكون شايفة الشكل النهائي عندي هيبقى عامل ازاي وهنا علشان الغي الخطوط دي ممكن اختار الفيس دي واعمل انست مرة كمان انست كمان جميل بعد كده هيجي على الاجلوبس دي كلها وآي عشان اعمل انست حاجة بسيطة زي كده ممكن يبقى هنا الابل بتاع الازازة مثلا لو هيتعمل لها الابل او حاجة بعد كده هرجع على الاجل select وهعمل ctrl r وهبدأ اعمل loop cuts هنا فممكن اعمل حاجة زي كده وdouble click عشان اconfirm ونفس الكلام اللي عملناه تحت هعمل ctrl b وعمل بافل حاجة زي كده بثري اجز بس هصغرهم شوية عن اللي تحت وبعدين هسلكت برضو الاجلوبس اللي في النص بس حاجة بالشكل ده عشان اعمل لهم scale وادخلهم لجوه بالشكل ده وcontrol b وعمل بافل عشان افرق ما بينهم شوية حاجة زي كده وبعدين هروح على ال vertex mode او vertex selection وهبدأ اختار ال vertex دي كلها اللي في الصف ده وهختار وهختار صف ا وصف لأ من ال vertices بالشكل ده طبعا انت بتفضل days shift وبعدين بتختار بتselect vertices اللي في الصف اللي بعده بالشكل ده لغاية ما تخلص كل الصف اللي عندك بعد كده بنعمل GZ وبنرفعها لفوق حاجة بسيطة خالص زي كده علشان يبقى عندنا شكل الموجة الخفيفة دي في الازازة بالشكل ده وبعد كده بتوقف على الازازة وبكده بقى عندنا شكل الازازة حاجة زي كده طبعا الخطوة الاخيرة اللي معانا ان احنا هنعمل الماتيريال بتاعة الازازة فهنعمل بس add mesh plane ونعمل S عشان نكبرها حاجة زي كده وخلينا نروح tab ونختار ال edges دي ونعمل E زاد عشان نعمل extrude ونشوف الازازة شكلها عامل ازاي وبعد كده هروح اعمل add light area light GZ ورفع وفوق الازازة و S عشان نعمل scale وخلينا نروحها لل render preview وهزود الاضاقة بتاعته خليها 300 مسلا ودلوقتي ممكن نزل الازازة على الارض شوية بالشكل ده خلينا نعمل GZ لل light و S عشان نعمل scale وطبعا علشان احنا هنعمل الازازة شفافة فاحنا هنحتاج cycles render engine علشان نشوف فيه الماتيريال الشفافة فهروح من render properties وهغير دي ل cycles وهروح على cpu وهعملها gpu compute عشان نخفف الدنيا على البرنامج شوية وهاجي من هنا وهخلي max samples 100 علشان ما يعودش رندر كتير بعد كده خلينا الاول نعمل الماتيريال بتاع ضغطة الازازة فهاجي الماتيريال وهعمل نيو ماتيريال وبس هغير اللون بتاعه لدرجة من درجات الازرق على حسب الدرجة اللي تعجبك طبعا وممكن نقلل الرفنس بتاعتها شوية حاجة زي كده علشان يكون شكلها بلاستيك وبعدين هاجي على الازازة نفسها وهاجي اعمل نيو علشان اعمل الماتيريال بتاعتها وهسيب الماتيريال بيضة زي ما هي وبعد كده هنزل لتحت ومن هعلي حاجة زي كده عشان تبقى الازازة شفافة وبعدين هاجي من الرفنس وهقل الرفنس بس مش على الاخر خالص لان البلاستيك ما بيكونش بيلمع لمعة جمدة قوي زي الازازة فلازم اروعي ده ان لمعة البلاستيك بتكون اقل شوية فهعمل حاجة زي كده وبعدين هرجع على الموديفايرز وهعمل وهعمل سوليديفاي موديفاير علشان اعمل سمك شوية للازازة ويزبط لي الشكل فهعمل سوليديفاي موديفاير وهخليه فوق ويهاعلي شوية حاجة زي كده وبكده بدأ يبان معايا شكل الازازة بالشكل ده ولو انا مش عايزة اللون يكون جريش حاجة زي كده ممكن ايجي من هنا ويممكن اعلي دي على الاخر خالص بالشكل ده وبكده انا عملت شكل ازازة المية ونيجي من هنا من الفة واقل الالفة دي حاجة بسيطة خالص زي كده علشان شكلها يكون واقعي اكتر وطبعا محتاجين ان احنا نزبط الاضاءة شوية علشان شكلها يبان كويس معينا وبس كده يارب يكون الفيديو عجبك ويارب يكون كان مفيد ليك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول بأول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت سيبوها لنا في الكومنتز واشوفكوا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باي باي